السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى تكونوا بخير هنتكلم النهاردة عن القوانين الجديدة لاستيراد السهارات الكهربية لزوي الإعاقة أولا طبقا للشروط المقررة في البند رقم 3 من نفس المادة اللي كانت بتوضح أن الإعفاء للشخص زوي الإعاقة أيا كانت إعاقته الموضوع لا يقتصر على نوع إعاقة معين زي زمان تاني حاجة بتنص على أن المعاق مسموح له في أي سن سواء كان قاصر أو باسر لغ أن يستورد سيارة كهربية بحق المعاق أن يستورد عربية كهربية أو وسيلة واحدة كل خمس سنين فقط على أن تحدد الليحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء من كل حالة من الحالات السابقة اشترطت المادة رقم 75 من الليحة التنفيذية لقانون الأشخاص زوي الإعاقة لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الشخصي فقط لزوي الإعاقة الوارد في البند رقم 4 من المادة 31 من القانون المشار إليه على أن يحصل الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصدرة من الوزارة المختصة في تضامن الاجتماعي خمسا يجرع المعاق تقديم ما يفيد عن حالته الصحية ونوع الإعاقة من خلال ورود تقرير طبي من المجالس الطبي المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن في دائرة الجمركية اللي هيجيب منها بيتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذوي الإعاقة يعني بيحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر سادسا بيحق لزوي الإعاقة الاستعانة بسائق للسيارة للتسهيل على المواطنين سابعا يجب عدم تجاوز السعر الليترية للسيارة اللي هي 1600 سيسي وفي حالة تجاوز السعر الليترية دي بيلتزم الشخص ذوي الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية وده في ظن العمل بالقانون رقم عشر لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة تجاوز السعر الليترية عن 1600 سيسي في نهاية الفيديو أتمنى يكون الفيديو مفيد أشكركم لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة